درسنا اليوم يا شباب الدرس الثامن ويتكلم عن موضوع ماذا؟ الغضب والغضب هذا شيء سيء جدا قبل أن نبدأ بعرض الحديث أسألكم سؤال ما النتيجة إذا لم تطفئ النار؟ يعني لو وقع لا سمح الله نار في بيت الإنسان أو في حديقة أو في أي إن كان ما النتيجة إذا لم نقم سريعا بإطفاء النار هذه؟ أكيد الجواب سيكون الانتشار وتزداد اشتعالا هذه النار كذلك يفعل الغضب إذا الإنسان لم يسيطر نفسه أو يسيطر على نفسه عند الغضب فقد ينتشر ويسبب أشياء سيئة لا تحمد عقباها نعرض الحديث ونرى ما بداخله من المعلومات عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما أحمر وجهه وانتفقت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد طيب الحديث أن سليمان بن سرد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فرأى سليمان بن سرد النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يستبان ومعنى يستبان أن يسب أحدهما الآخر وكأن أحدهما هذا أحمر وجهه وسامع كلمة سيئة أغضبته من هذا الشخص الثاني فأحمر وجهه وانتفقت أوداجه والأوداج هذه عرق في الرقبة ينتفق في حال الغضب فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ينفجر غضبا بهذا السوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا هنا بأن الإنسان في حال الغضب الشديد يجب عليه أن يتعوذ من الشيطان الرجيم ويحرص الشيطان يا شباب الشيطان حريص على إغواء الإنسان وتعريضه للعقوبة من خلال إيقاعه في الذنوب والمعاصي يعني الشيطان باختصار حريص أن يقعك في المعاصي والذنوب والأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى فالواجب علينا جميعا أن لا نسلم أنفسنا للشيطان لإغوائنا لأن أنت إذا ما سلمت نفسك للشيطان يعني لو كنت قوية إيمان وتتعوذ من الشيطان فالشيطان لن يقترب منك لأنك محمي من الله سبحانه وتعالى والحرص على أيضا يا شباب أن يحصن الإنسان نفسه في الصباح والمساء فهذا الشيء يساعده على ماذا؟ على أن يكون محمي من الله سبحانه وتعالى أيضا يا شباب لا تنسون أن الشيطان له متاخل كثيرة على الإنسان وأحسن وأعظم مدخل يدخل فيه هذا الشيطان على الإنسان عندما يكون الإنسان غضبان فيدخل عليه في هذه الحالة ويقوم بالوسوس عليه فيعمل الإنسان أعمالا سيئة ويتكلم بكلمات وهو غضبان متى يندم عليها؟ يندم عليها عندما يذهب الغضب عندما يذهب هذا الغضب يندم يقول ياليتني ما سويت وياليتني ما قلت فهذه الأشياء لا بد لنا يا شباب ألا نسمح لهذا الشيطان بأن يسيطر علينا وأن نلتزم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال لنا في هذا الحديث إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد الحديث الثاني يا شباب عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال دعوت بدعوات سمعتهن من الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا كامل دعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذا الدعاء ونشرح بعض مع الكلمات الغير مفهومة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي هذا الشيء واضح اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والغيب هنا يا شباب السر شيء غايب أي شيء في السر لا نعلمه والشهادة الشهادة شيء شاهد أمامنا أي في العلانية والإنسان لابد أن يخشى الله سبحانه وتعالى في غيبه وشهادته أي في سره وعلانيته وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد نعيما لا ينفد أي لا ينقضي لا ينتهي وأسألك قرة عين وقرة العين هي السعادة لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش وش معنى برد العيش أي العيش الهنيء الطيب الخالي من الكدر يعني عيشة طيبة وعيشة عيشة سعادة وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء وش معنى ضراء مضراء أي شدة لا يصبر عليها أي مصيبة لا يستطيع أن يصبر عليها الإنسان وأسألك من غير ضراء مضراء ولا فتنة مضلة أي فتنة تضر الإنسان وتضله عن طريق الحق اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وهداة مهتدين أي هداة الإنسان يهتدي إلى دين الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام مهتدين أي ثابتين على هذه الهداية هذا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه عنه عمار بن ياسر ورواه لنا في هذا الحديث الحديث رقم 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الحديث هذا يا شباب تكمله للحديث رقم 31 النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أبي هريرة حديث رقم 33 يا شباب آخر حديث عندنا في هذا الدرس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرعة انتبه هنا مكتوب بالصرعة وليست السرعة الصرعة هذه الذي يغلب كل من يصارعه يغلب كل من يصارعه أي يصرع الشخص الذي أمامه يصرعه أي يتغلب عليه ليس المقصود هنا ليس الشديد بالصرعة بالسين إنما بالصاد بالصرعة أي الذي يغلب على كل من يصارعه يعني يصرع الذي أمامه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ليس القوي الشديد معناتها القوي بالصرعة يعني ما هو القوي الذي يصرع الذي أمامه ويتغلب على الآخرين ليس هذا القوي يعني باختصار ليس القوي بمدة اليد ليمد يد على الناس ويأذي الناس في حالش الغضب ولا يتمالك نفسه عند الغضب طيب إذا كان ما هو هذا الشخص القوي فمن هو القوي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لأن الغضب شيء عظيم جدا يتمالك مشاعر الإنسان ويحركها عن مكانها ويتصرف الإنسان بتصرفات سيئة جدا ويتكلم بكلام سيئ جدا يعني قد الإنسان لا يشعر بنفسه في حال الغضب فلابد الإنسان أن يتمالك نفسه في حال الغضب يا شباب لابد أن يتمالك أنفسنا في حال الغضب سواء زميل في المدرسة أو شخص قابلت براء أو في أي مكان لابد الإنسان إذا وقع سب أو شتم أو أي أن كان أن يتمالك نفسه عند الغضب يعني هو شيء عظيم جدا الغضب هذا عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يستطيع أن يتغلب على الغضب هذا في وقت الغضب الحقيقي إلا الإنسان القوي الشديد فشيء عظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به وعلمنا إياه أخبرنا به وعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو بعد أن أخذنا الثلاثة الأحاديث هذه يا شباب يعني عنوان الدرس عندنا مكتوب عندكم الغضب وبإمكاننا أيضا نكتب التحذير من الغضب التحذير من الغضب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة